نهاردة كمان الاتحاد الأفريقي الكاف بيعلن تفاصيل كتيرة خاصة بدور الأبطال والكونفدرالية كمان يعني ان شاء الله قبل ما تنتهي مباريات الدوري الـ 32 في البطولتين الاتحاد الأفريقي اعلن موعد قرعة المجموعات لدوري أبطال الأفريقية في نسقال الموسم ده قال ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في مقر الكاف هنا في القاهرة هتتعامل القرعة اللي حدد موعد مباريات المجموعة على حسب يعني طبعا الأفريق على الحتم لكن الأيام خلاص محددة أيام المجموعات محددة هيكون طبعا أول جولة في دوري المجموعات هتكون أيام الحد 13-12 وده آسف 13 أو 12 أو 13 فبرايل ان شاء الله الجولة التانية هتكون يوم 23 فبرايل الجولة التالتة هتكون من يوم يعني 5 أو 6 مارس ان شاء الله الجولة الرابعة يوم 16 مارس أما الجولة الخامسة يوم 2 أو 3 إبريل الجولة السادة ان شاء الله هتكون يوم 9 أو 10 إبريل الكاف طبعا اعتبر نادي الزمالك وإحنا عارفين إنه طبعا بطل تشاد يعني انسحب فاعتبر طبعا وصول نادي الزمالك لدوري أو دوري المجموعات من خلال انسحب بطل تشاد وكده تكون يعني كمان بالنتائج النهاردة اكتملت ويوم الجمعة ان شاء الله هنا في القاهرة في الكاف هنعرف القرعة هنعرف ان شاء الله مين الاهل اللي هوا قدام مين ايه مجموعاتنا ان شاء الله في الايام اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كان فوز مهم حتى على المستوى على مستوى المعنويات على مستوى رجوع بعض اللعيبة على الاداء الجيد لبعض اللعيبة دي خطوة ويمكن خطوة مهمة جدا في المشوار الطويل ان شاء الله اللي هستكمله النادي الاهلي للحصول زي ما انتي قلت سام ان شاء الله على النجمة العشر ان شاء الله بإذن الله